اشتركوا في القناة انتقال كوكبين رح ينتقلوا عنا انتقال المريخ اللي رح ينتقل من الحمل لبرج الثور والحلقة صارت موجودة على القناة نازلة الى يومين وبرضو اليوم انتقال عطارد من الجوزاء لبرج السرطان وبرضو الحلقة موجودة على القناة عشان هيك اليوم منلمح تلميح لالهم امتى بانتقلوا لو ايامتى ولكن التفاصيل الكاملة مع الزوايا مع سعادة الكواكب نحستها مع كل اشي نصائح لجميع الابراج موجودة بالحلقات بنصح المهتمين انهم يروح يسمعوها لانها هاي بتفيدهم لمعرفة خارطة الطريق للايام القادمة القمر اليوم موجود في برج العدراء طبعا في عنا خلوم مسار ولكن في ساعات متأخرة القمر موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة واربعة وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز الضفر المنعة التفريق المشاكل النفي القمر بما أنه موجود في برج العدراء معناته من الآن لغاية ساعات المساء يعني طول اليوم بمعنى آخر منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها بنجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر أنه الناس شحيحون في عطائهم ماديا معاطفيا ممكن أنه ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين شرب الكحول المهدئات المسكنات وبغوص عن اقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد زي ما حكينا بالنسبة للحدثين أول إشيحنا انتقال المريخ اللي رح ينتقل لبرج الثور رح ينتقل كوكب المريخ في ساعات الصباح صباح اليوم الثلاثاء الساعة ستة وثلاث دقائق صباحا رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور ورح يمكت في برج الثور لغاية يوم عشرين ثمانية لغاية ساعة المساء تقريبا الساعة سبعة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج أما بالنسبة للحدث الثاني وهو انتقال عطارد إلى برج السرطان رح ينتقل كوكب عطارد من الجوزاء للسرطان صباح اليوم برضو الثلاثاء في تمام ساعة ستة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية يوم تسعتاش سبعة الساعة تقريبا اتناش واربع وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بالنسبة للزاوية البطيئة اللي اليوم ذروتها هي زاوية التسديس الإيجابية بين عطارد وبين المريخ وهي تأثيراتها حكينا من يوم ثلاث سبعة لغاية ستة سبعة اليوم ذروتها ساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وعادة حكينا انه عند حدوث هذا الاتصال بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقة مع الأحبة بالنسبة للزاوية مع القمر طبعا في عنا أول زاوية هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة ستة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيج طبعا هاي زاوية إيجابية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي بيبدأ في تمام ساعة ستة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام ساعة عشرة وأربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ودائما عند انتقال كوكب من القمر من برج لبرج بتصير عنا حالة خلو المسار وحالة خلو المسار هذه يعني بتعني أنه الفترة المذكورة اللي هي ما بين الساعتين اللي ذكرناهم لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فيه أشخاص بيسألوا بقولك طب أنا بتحدد لي عملية والعملية هاي يوم كذا ساعة كذا أو عندي محكمة يوم كذا ساعة كذا وهاي الوقت هذا تحدد وهاي فترة خلو المسار طيب إيش أعمل هذا الإشي مش بيدي بقدرش ألغيه أول إشي ما تلغيه صحيح هي فترة خلو المسار ولكن زي ما حكينا إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فهذا حدد في وقت أساسا إذا كان خلو المسار فإتمامه في خلو المسار صعب ولكن إذا حدد الوقت في وقت مش خلو المسار فإتمامه في وقت خلو المسار ما فيه أي مشاكل عادي جدا ولكن يفضل إذا مثلا تقدر أنك تأجل أمر بإيدك تقدر تبعد عن خلو المسار بتنفيذ الأمر حتى لو كان محدد لك تقدر تأجله بغاية ما ينتهي خلو المسار بيكون أفضل وأفضل القمر الساعة 10.24 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيستقر في برج الميزان عشان هيك بتصير التأثيرات علينا من ساعات المساء إنه بتصير هاي الفترة أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر ومنين للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى الوشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفل ما أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتنع حاجية جميلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية البنكرياس الأمعاء الدقيقة المصران الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين يعني بمعنى آخر أنه اليوم عمليات التكميم أو العمليات الجراحية اللي إلها علاقة بالمعدة أو إلها علاقة بالعيون تجميل العيون ما مننصح فيها نهائيا لأنه فترة وجود القمر في العذراء بتأثر على هاي الأعضاء فما مننصح في هذا الموضوع ولكن هذا اليوم يصلح لإجراء عمليات جراحية للأعضاء الأخرى ما في أي مشاكل برضو اليوم هذا مناسب يعني لعملية إزالة الشعر عملية قص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزاد بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الميزان معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 8-7 في تمام الساعة 1-3 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 5-14 دقيقة صباحا برضو بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر وينتقل لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 6 أيام في تمام الساعة 8-12 دقيقة صباحا بيصبح 7 أيام نسبة الإضاءة 35% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في برج السرطان حتى يوم 22-7 سعيدة بنسبة 10% اليوم القمر في برج العذراء وحكينا في ساعات المساء المتأخرة رح ينتقل لبرج الميزان ورح ينكث القمر في برج الميزان لغاية يوم 8-7 طبعا هو منتحس الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بترتفع نسبة النحوس إلى 40% في ساعات المساء ما بعد غروب الشمس بترتفع نسبة النحوس إلى 60% عطارد في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان ورح ينكث في السرطان حتى يوم 19-7 هو الآن سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات الصباح بتنزل السعادة لـ 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18-7 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل وبدو ينتقل لبرج الثور ورح ينكث في الثور لغاية يوم 28 هو سعيد الآن بنسبة 30% ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً القمر مازال في البيت السادس بدأ الآن يقترب من مراحل المقابلة عشان هيك طاقة موليد برج الحمل تنزل درجة اليوم حاولوا إنكم تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك عشان هيك اليوم برضو بدكوا تنتبهوا لغذائكم راحتكم في منكم راح يهتم بأمور فحوصات مراجعة طبية أدوية من هاي الأمور ابتشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء والضغط بالعمل وبعض الأمور الصحية أهمش إنكم تنظموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا الواجبات حذروا من التبذير ممكن اليوم تعالجوا بعض المسائل المالية أو تجدوا حلول لا بعض الأمور اللي إلها ناقة بالفواتير المتوجب عليكم وبرضو علاقتكم مع زملائكم بالعمل برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا القمر في البيت الخامس يعني بيت الحظ والطاقة ولكن بما أنه اقترب من البيت السادس فشوي الأجواء بتكون مشحونة اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك وحاول أنك تثبت للمشككين طاقتك ولا تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز وزي ما حكينا حاول أنك ما تفرض سلطتك على الأحبة اليوم اضبط أعصابك لأنه في لحظات ممكن تكون عصبي أو حاد الطباع أو مزاجك متعكر فضبط الأعصاب مطلوب برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر موجود في البيت الرابع الليل وعلاقة بالبيت والعائلة بالمساكن ولكن شوي ضغط رح يكون على أمور عائلية شوي بتنهم لبعض المسائل العائلية أو بتتوتر لبعض الأمور ولكن بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وممكن تجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة ولكن بدك تهدئ من روعك وتوقف عن التفكير قليلا بالوسواس، بالقلق، بالشك، بالغيرة، بالحدية بأن مزاجك مش مستقبل الأمور فضبط الأعصاب مطلوب ممكن تقلقوا اليوم بشأن أحد أفراد العائلة أهم إشي أنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل حاول أنك تناقش بليونة تامة برج السرطان بالنسبة لأموليد برج السرطان طبعاً طاقتكم عالية جداً اليوم بالحركة والنشاط والحوارات وإلى ما لنهاية حتى على مستوى الامتحانات ممتازة جداً اليوم بتنشطوه في أمور السفر القصير والاتصالات والمواصلات حتى السيارات والكمبيوترات والإلكترونيات ما رح تهدأ وطيرتك برضو هذا يوم مناسب لاجتياز الامتحان وممكن أن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار تكثر عندكم التنقلات وحركة التواصل فترى ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء أنك اليوم مات تكثر من المطالب واتجنب اعتماد أسلوب فضل وابتعد عن التحديات وحاول أنك تخلي كلامك واضح اضبط أعصابك أثناء الحوار مع بعض الأشخاص لأنه ممكن تعصب بسهولة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الأمر كله بتركز على الأمور المالية ولكن بما أنه الشمس موجود في بيت المتاعب وانتقالات الكواكب هذا اليوم فبدك تحذر من بعض التصرفات المالية اليوم في فرص لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات اللي رح تتصاعد بشكل كبير لدرجة أنك ما رح تقدر تسيطر على نفقاتك امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا في أي استثمار اليوم قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذر أموالك وكون عاقل ومتعقد قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك بشكل جيد برج العذرة طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة اليوم بعمكم النشاط أكثر من يوم أمس اليوم الطاقة عالية جدا بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمورك وتقرر على شيء معين اليوم بتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن اليوم تنهي مفاوضات لمصلحتك ولكن في بعض الأوقات ممكن تظهر بعض الأمور المستفزة اللي شوي تعكر مزاجك تخليك تحتد أو تخليك تتجنب حتى الحوار مع الأشخاص رغم أنه أنت اليوم ملفت بالانتباه بشكل كبير ولكن في ذبدبة بسيطة على المستوى النفسي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب بده لساعات المساء المتأخرة ليوصل عندكم فعشان هيك اليوم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط طبعا مش يعني أنك تقعد في البيت وما تعمل أي شيء لا اعمل أعمالك بشكل روتيني هاي فترة هي أساسا دائما لما القمر يصير في بيت المتاعب تعتبر فترة إرهاق وتقاعس فعشان هيك ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة ابحث عن الهدوء والسكينة يعني حاول أنك تبحث عن الهدوء بعيدة عن المشاكل والأجواء المضغوطة برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا اليوم مش شوي بلشت تضغط عليك الأمور نفسيا طاقتك بلشت تنزل ورغم أنه عندك تعزيز صداقات وعلاقات مع الأشخاص اللي حواليك منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح الفرصة لغرب بلد ومعرفة الصديق من العدو في هذا اليوم بتقدر تظهر انفتاح واهتمام أكبر ولكن زي ما حكينا طاقتك بلشت تنزل فعشان هيك حاول انك ما ترهق نفسك ابعد عن الأجواء اللي شوي بتكون حدي أو الأشخاص المزعجين أو السلبيين برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا شوي الأجواء يعني في ساعات المساء بتتحسن شوي رغم أنه في بعض الضغط لأنه ما زال القمر موجود في بيت السمعة فاليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقوا اليوم عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أو في حوار حاد شوي مع رؤسائك بالعمل فبدك تضبط أعصابك ما تندفع بشكل كبير عشان ما تنحسب ضدك بعض الأمور بدك تكون اليوم عند حسن الظن تجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من بعض المشاكل اللي هي بتيجي عن طريق السهو أو عدم التركيز برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة اليوم في حوارات ونقاشات مع أشخاص خارج البلاد أو بتتحاوروا بمسألة قانونية في بعض موليد برج الجدي عندهم مسائل قانونية معينة ممكن تظهر اليوم تكون بحاجة للنقاش الحوار أو التصرفات ممكن تشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم وبتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة وبتتقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف ممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة اللي شوي تلفت انتباهك أو تخليك شوي تهتم فيها وبعضك رح يهتم في بعض المسائل زي ما حكينا القانونية اللي عنده امتحان أو مقابل الأجواء جيدة وداعمة لإلكم أهم شي ما تشوهوا سمعتكم في ساعات المساء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات المتصاعدة اليوم في دفعات ترتيبات مالية انشغال بأمور مالية قروض ديون تسوية مالية حاول أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية أو مسائل عائلية باستطاعتك بحث موضوع قرب أو تومويل أهم شي أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة وما تتزمت برأيك يعني بمعنى آخر ممكن رأيك يكون مش الرأي السليم فعشان هيك حاول أنك تدرس الموضوع وقدم بعض التنازلات إن دعا الأمر لشوي أنك تبعد عن المشاكل الكبيرة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن يعني القمر لأنه مقابلك تماما هذا الإشي بضغط عليك بشكل كبير إلا أشخاص اللي عندهم ارتباط أو مشروع ارتباط فاليوم أنا ما بنصح بإتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري لأنه القمر منتحس وإنت شوي في عندك نوع من أنواع الخربطة والعصبية والحدية والخدلان أيضا من بعض الأطراف فعشان هيك بدك تحاذر من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محلو لأي أن كان ممكن اليوم تتواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم فحاول قدر الإمكان إنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان ضبط الأعصاب مطلوب والابتعاد عن الأشخاص الحادين الطبع برضو مطلوب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر